أهلا بكم ما بعد الرابع والعشرين من فبراير الماضي لن يكون كما كان قبله هذا كان يوم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أحدث على ما يبدو صحوة غربية اقتصادية وطبعا عسكرية واليوم تبلورت هذه الصحوة إن صحت التسمية بمفهوم جديد يضبط العلاقة العسكرية بين الحلف الأطلسي وروسي فما الموضوع؟ خلال اجتماع قادة النيتو أعلن الأمين العام للحلف عن المفهوم استراتيجي الجديد الحلف الأطلسي هذا المفهوم يحدد أولويات الحلف لعشر سنوات قادمة وفي هذا المفهوم غير النيتو تصنيف روسيا من شريك إلى أكبر تهديد مباشر هذا التصنيف الجديد ترافق مع اتفاق الدول الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي والالتزام بتمويل النيتو بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من حلف شمال الأطلسي إضافة إلى نشر 300 ألف من القوات في أوروبا ووضعها في حالة تأهب على الحدود الشرقية للنيتو طبعا بوجه روسيا ولأن هذه الإجراءات بدأت بأزمة أوكرانيا فإن الحلف تعاهد بمساعدة حكومة أوكرانيا على المدى الطويل في التحول من المعدات العسكرية السوفيتية إلى معدات النيتو الغربية مؤكدا على أن ذلك يأتي ضمن تغير جزري في البيئة الأمنية على الجانب المقابل من الحدود الأوروبية روسيا وهي تراقب وتقول إنها لا تشعر بالخوف من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بما يشمل إنشاء الجيش الأمريكي قاعدة عسكرية دائمة في بولندا ولم تكن روسيا وحدها حاضر على قائمة ثمامات قادة النيتو فالصين نالها نصيب أيضا حيث قام الحلف بإدراجها للمرة الأولى على خريطته وصنفها تحديا لمصالح وأمن دول الحلف الأطلسي وانتقد كذلك في المفهوم الاستراتيجي الجديد الشراكة بين الصين وروسيا وتواصل قمة أعمالها بحضور قادة دولها المتحدين ضد روسيا دافعهم منع مصير مشابه لأوكرانيا خاصة داخل الدول الملاسقة بالأراضي الروسية لنفتح هذا الملف ونستمع بداية إلى ما قاله بالحرف أمين عام الحلف الأطلسي اليوم اليوم نايتو قاموا بإدراج فنلان وسويدن لتصبح مملكات نايتو على الكثير من الأفضل. هذا هو جيد محاولة للتركيا جيد محاولة للفنان والسودان ومحاولة للنطول موسيقى إذن من الواضح أن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد لأوروبا زخمها الأمن والعسكري منذ الحرب الباردة لم تشهد القارة حشدا عسكريا كما هو الحال اليوم وهذا بشهادة حلف الناتو ومن بين الحلفاء الولايات المتحدة هي الأكثر حماسة لنشر قواتها عبر الضفة الشرقية للأطلسي فأين تتمركز تحديدا القوات الأمريكية وكيف ستتوسع للنقي نظرة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا كانت القارة الأوروبية تستضيف قرابة خمسة وستين ألف جندي أمريكي لكن هذا العدد ارتفع لاحقا إلى ما يزيد على مائة ألف جندي أمريكي يتوازعون بين الدول مختلفة تشاهدونها هنا معي على الخريطة الولايات المتحدة تتجه إلى المزيد من تعزيز هذا الوجود وفق خطة أعلنها الرئيس جو بايدن بموجب الخطة سيرتفع عدد القوات المتمركزة في رومانيا خط التماسي الغربي لأوكرانيا سيرتفع ثلاثة أضعاف من قرابة ألفين وخمسمائة جندي إلى سبعة آلاف وخمسمائة جندي أما في بولندا التي تستضيف الآن عشرة آلاف جندي أمريكي فهناك سوف يقام مقر دائم للوحدة الخامسة من الجيش الأمريكي غربا من بولندا إلى ألمانيا ألمانيا البلد الذي أصلا يستضيف حاليا أكبر عدد من الجندي الأمريكيين بواقع نحو أربعين ألف جندي ألمانيا ستستقبل معدات دفاع جوي إيطاليا هي الأخرى ستستقبل معدات دفاع جوي تضاف إلى 12 ألف جندي أمريكي موجودين حاليا فيها أما المملكة المتحدة التي تستضيف الآن قرابة عشرة آلاف جندي فستستقبل سربين من الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز F-35 لنذهب إلى إسبانيا إسبانيا أصلا تستقبل 2500 جندي أمريكي موزعين على أربع قواعد أبرزها روتا التي نشاهدها هنا في أقصى جنوب أسبانيا وستستقبل مدمرتين بحريتين ستنضمان إلى أربع سفن حربية تتمركز أصلا في هذا الميناء الإسباني وخلال الحرب على أوكرانيا شهدت دول البلطيق الثلاث تحديدا شهدت نموا في عدد القوات الأمريكية المنتشرة على أراضيها عددها الآن يناهز 2500 جندي وهو بطبيعة الحالة ما يبدو عدد مرشح للارتفاع وفق الخطة الأمريكية العسكرية الجديدة أما جوان فتشهد سماء الجناح الشرقي من حلف النيتو على طلعات جوية مكثفة تنفذها قرابة 30 طائرة تتنوع مهامها بين القتال والمراقبة وتسهم فيها الولايات المتحدة بحصة الأسد هذه القوات الجوية الأمريكية تتمركز في رومانيا وفي بولندا وفي إيطاليا وتستخدم في هذه الطلعات طائرات عدة أبرزها F-35 F-18 F-16 وF-15 إلى جانب طائرات مراقبة من طراز RQ-4 وMQ-9 تبقى هذه الأرقام تقديرية حتى الساعة لكنها تتقلب صعودا وأيضا هبوطا وفق المعطيات على خريطة الواقع حيث يكتنف الغموض المشهد وسط غياب حل وشيك وبالإضافة لما يعتبره النيتو تهديدا روسيا فإنه كذلك ومنذ سنوات يحذر من صعود الصين كقوة عظمى على جانب الآخر ودع النيتو أكثر من مرة للتحرك لمواجهة ما يصفه بالخطر والتحدي الصيني فما محطات تلك التحركات من جانب الحلف بوجه الصين توصيع نطاق العمليات العسكرية في آسيا والمحيط الهدئ كان سبيل حلف الأطصي في أغسطس عام 2019 لمواجهة تحركات الصين المتصاعدة هناك الحلف لوح بنشر صواريخ نووية متوسطة المدى على سبيل التصعيد وفي الذكرى السبعين لتأسيسه اعتبر حلف النيتو لأول مرة في تاريخه أن القوى العسكرية الصينية الصاعدة تشكل تحديا على الحلف وتتطلب عملا مشتركا للتصدي له جاء العام التالي وفي يونيو 2020 تحديدا ناشد يانسي ستولنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أعضاء التكتل بتعزيز التسلح في مواجهة تهديدات صادرة من الصين أما الخامس من فبراير عام 2021 فكان موعد صدور دعوة من الحلف لتبني رؤية عالمية هذه المرة لبناء شراكات جديدة من الدول الديمقراطية لمواجهة التحدي المتزايد الذي باتت الصين تشكله لم ينقضي فبراير من ذلك العام بعد حتى عاد أمين عام الحلف للتحذير مجددا من تصاعد الصين كقوة دولية مطالبا ببناء تحالف دولي قوي لمواجهتها وفي شهر يونيو كانت الخطة وذلك بعد اجتماع الحلف لأول مرة مع بايدن وأقروا مشروع دفاع جديد لمواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين لم ينتهي التهديد بهذا ففي يونيو عام 2022 وقبل يومين على قمة الحلف خرج مسؤول عسكري ليحذر من النمو الصادم للصين ومن تقاربها المتنامي مع روسيا لا سيما عسكريا وهذا يستدعي وقف من الحلف وفق قوله لنذهب لبعض الأراء على مواقع تواصل اجتماعي نرى كيف كان وقع اليوم هذا الإعلان الجديد من النيتو تحديدا حول روسيا والصين هذا علي على تويتر يقول على الغرب الاستمرار في الاستراتيجية المتبعة في التعاطي مع روسيا والاستمرار في إضعافها واستنزافها أكثر وأكثر في أوكرانيا أيضا هذا الحساب يقول صاحبه حلف النيتو يفتح النار على نفسه وسيواجه الأسوأ وسوف ينهار اقتصاد دوله بسبب مواقفها من روسيا والعقوبات غير المدروسة بعناية أما قصي فقال أيضا على تويتر في اعتقاد الحرب النووية مستبعدة بين روسيا والغرب أما الحرب التقليدية فهي المرشحة للتصاعد وإمكانيات الغرب تفوق إمكانيات روسيا وسيهزمها لنفهم أكثر اليوم الأبعاد الحالية والمستقبلية الأمنية السياسية العسكرية والاقتصادية على هذه السراتيجية الجديدة من النيتو ينضم إلينا من موسكو عبر أقمار الصناعية هذا سيد قوستانتين سيفكوف وهو الخبير استراتيجي ورئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية أما من لندن فعبر تطبيق زوم الدكتور شين ليو الأكاديمي الصيني وكبير المحاضرين في الدراسات الأسيوية في جامعة جون موريس ليفر بول وستنضم إلينا لاحقا من بروكسل السيدة تيريزا فالن وهي مديرة مركز دراسات روسيا وأوروبا وأسيا والعدو السابق في مجموعة مستشارين استراتيجيين للقائد الأعلى لحلف النيتو بانتظارها تقنيا حتى تكون معنا أذهب وأبدأ حقيقة مع موسكو سيد سيفكوف برأيك اليوم ما هو أهم سؤال ستواجهه روسيا بعد هذا الإعلان من النيتو بأن روسيا بدون أي مواربة وبدون أي تردد وبدون أي تغطية أصبحت هي التهديد الأكثر التهديد الأكبر والأكثر مباشرة بأعين النيتو إن ظهور دولتين إضافيتين ضمن أعضاء حلف النيتو فنلندا وسويد واعتبار حلف النيتو روسيا الخطر والتهديد الرئيسي لحلف النيتو واعتبار أن روسيا ستعتبر هذين البلدين الجديدين عدوين مرشحين وبالتالي فإن روسيا سوف تتخذ إجراءات على صعيد تعزيز قدراتها العسكرية وأتوقع أن يكون ذلك على شكل تعزيز ونشر منظومات صواريخ سارمات ودخول منظومات صاروخية مضادة للسفن فرص صوتية في خدمة الجيش الروسي واستخدام أسلحة جديدة لا مثيلة لها لدى بلدان الغرب وكذلك سوف تقدم روسيا على مضاعفة تعداد قواتها العسكرية بالإضافة إلى اضرار الروسيا للعودتها إلى تطوير قدراتها التكنولوجية عندما عولت روسيا على أن العلاقة بين روسيا والغرب ستكون علاقة صداقة وحسن جوار لكن اليوم أدركت روسيا أن عليها تطوير قاعداتها التكنولوجية ولا يمكن اعتماده على البلدان الغرب خاصة بعد أن أقدم الغرب على سرقة ودائع روسيا وأصولها في الموجودة في الغرب وكما نرى بدأ الغرب بحرب اقتصادية على روسيا وبالتالي اليوم يجب الإشارة إلى أن وضع بين روسيا والغرب الآن وهو يجب تحديده بشكل واضح اليوم روسيا والغرب في حالة حرب هجينة وباتت هذه الحرب الهجينة على مستوى العالم ويمكننا تسميتها بحرب عالمية ثالثة ولكنها هجينة والغرب وبحسب التصريحات والقرارات التي تم اتقادها في قمة حلف النيتو في مدريد اليوم هو أن حلف النيتو مصر على تصعيد الوضع بين الغرب وروسيا وبين الغرب والصين من جهة أخرى في المحيط الهادئ طيب دكتور شينيو وأنت معي من لندن هذا ضيفي من موسكو يقول الحرب العالمية الثالثة الهجينة بدأت أو ربما نحن في خضمها بل هي تتوسع وتتبلور طبعا الصين كانت اليوم من ضمن الأعداء المحتملين أو خليني أقول من يجب أن يحذر منهم بالنسبة للنيتو ماذا يعني هذا بالنسبة للصين كيف ستتغير الحسابات اليوم بعد هذا الإعلان من النيتو تجاه الصين في حال عدنا بالتفكير وبالزمن خمسة سنوات إلى الوراء لكننا فهمنا الحالة بشكل أفضل والآن هناك هذه العلاقة التي كانت لتكون أفضل بين الولايات المتحدة والصين ولكن الآن التوترات هي من التوترات هي من نساطر على هذه العلاقة وبالأقد بالحسبان كل هذه الأمور الآن الصين كيف تشكل الصين العدو بالنسبة للغرب بالنسبة لي هناك هذه الفكرة المعاكسة التي تصعب المشهد عندما ينظر الغرب إلى الأيديولوجية السياسية والمنظومة السياسية الصينية بالعودة إلى الحكومة الشيوعية أعلن بالحزب الحاكم وأن العالم الغربي سيحاول واعتبار ذلك كعدو ولكن بالنظر إلى التفاصيل ما هي النزاعات الحقيقية بين الصين والغرب هل هناك أي نزاع على أراضي بين هذين الطرفين هل الصين لديها أي مصلحة استراتيجية في أوروبا مثلا لا أظن أن هذه القائمة من التهديدات أو النزاعات موجودة أو حقيقيا نتحدث فقط عن التعاون الاقتصادي فقط والعلاقة التجارية إذن هناك سوء فهم استراتيجي إذا ما قلنا إن الصين عدو طيب إذن هذه ضيفتنا من بروكسل السيدة فالون اليوم نحن أمام موقفين هذا الموقف الروسي طبعا وهو يعني كردة فعل للمواقف التي تخذها اليوم واستراتيجيات التي حدثها النيتو من موسكو ضيفي يقول نحن أمام حرب عالمية ثالثة هاجينة إن لم تكن قد بدأت بل هي تتبلور وتتصاعد ولكنها كشفت أكثر اليوم وهذا ضيفي من الصين يقول نحن أمام السوء فهم استراتيجي عندما يتم التحدث عن أن الصين هي عدو للنيتو بمعنى أن ليس هناك أي نزاع مباشر لا على أراضي ولا تهديد عسكري ولا أمن مباشر وأن التنافس التجاري لا يمكن أن يجعل دولة عدو للأخرى اشرحي لي هنا وجهة النظر الغربية تجاه روسيا وتجاه الصين وماذا يعني تغير الحسابات اليوم وتغير المكانات التي وزعها أو الوصمات دعيني أقول التي وضعها اليوم النيتو على روسيا والصين إن المفهوم الاستراتيجي لا يقول أن الصين عدو ولكن هناك قلق حيال الصين وقاضة النيتو يضعون ذلك نصب أعينهم وهم يفهمون أن مع هذا المفهوم الجديد على السنوات العشر القادمة هناك تهديد أو قلق من الصين ولكن أيضا روسيا إذن نعرف أن هناك هذا التقارب بين روسيا والصين وتنصيق أيضا بينهما والآن هناك الكثيرون الذين يعتبرون هذا التقارب على التعاون الصيني الروسي كمهدد للمفهوم لأنيتو الذي يأخذ في الحسبان هذا التهديد ولكن العبارة ليست بهذه الشدة كان هناك مفاوضة طويلة بين البلدان الثلاثين وكيف نذكر الصين في هذا المستند لأنه كان هناك تخفيف في اللهجة والصين ذكرت بعدد مرات محدود وكانت بعض الدول تود أن تذكر الصين بشكل أكبر ولكن يتضح أن القلق الأكبر للنيتو الآن هو روسيا ولكن هناك أيضا هذه الرؤية أو هذه المراقبة لما تقوم به الصين وهذه السياسات الآن التي تأتي من الصين سوف أذهب إلى فاصل وأعود وأكرر نفس السؤال الذي سألته اليوم كيف سيكون تغيير ما جرى على الحسابات التكتيكية الحالية والستراتيجية بالنسبة لروسيا والصين تجاه اليوم هذا الموقف من النيتو اللحظات نذهب إلى فاصل أعود بهذا السؤال لضيوفي أهلا بكم من جديد أعود إلى ضيوفي من بروكسل موسكو ولندن وطبعا نتحدث عن استراتيجية نيتو هذه الجديدة أبدأ حقيقة من بروكسل لأن أريد أن أسأل سيدة فالون سيدة فالون كثيرون يقولون أنه بالنتيجة ما هو الهدف النهائي اليوم لهذه التحركات تعرفين أن كثيرون يقولون ربما هذا ليس أفضل طريق اليوم للتعامل مع الصين لاستعداء الصين بمعنى أو آخر حتى وإن كانت فقط في مستوى القلق اليوم كما قال النيتو وأيضا بالنسبة لإحراج المزيد وضع المزيد من الإحراج على بوتين وعلى روسيا وأنه ربما هذا يثير عداء يثير رداد فعل أكبر من قبل روسيا كيف تتحوط اليوم دول النيتو في هذه الخطوات وما أكبر الطموح اليوم يعني هل نحن أمام هدف بأن يتراجع بوتين عن دخوله لأوكرانيا وجورجيا وغيرها أن لا يفكر بدخول دول جديدة أن يتوقف الطموح الصين العالمي التجاري والاقتصادي أن يبتعد تبتعد الصين عن روسيا ما هو الهدف النهائي أو الأهداف النهائية لأكون واضحة نحن لا نسمي الصين عدوا وهذا يجب على ننسى رأينا هذه الأصوات من الولايات المتحدة ومن أوروبا التي تقول أن الصين منافس تحدي إلى آخر وهذه اللهجة أو هذه المصطلحات هي التي تستخدم في النيتو أيضا لأن فرنسا وألمانيا بلدان لدي ماء الاستثمارات الباهضة في الصين وإن الممثلين من هذين البلدين طالبوا بتخفيف اللهجة في ما يخص الصين الآن لا أحد يود أن يرى المزيد من التصعيد في هذه الحرب والكل يود أن يصل إلى الردع من أجل ذلك هناك نشر لثلاثمائة ألف جندي أو متمركزين في الجناح الشرقي وهذه رسالة مهمة للروس وعلوطا على ذلك أن روسيا تحاول بطرق مختلفة أن تضفي أو أن تذكي التوترات وأن تصعد وهذا يقلق الجميع لأن سويد وفنلندا هذان البلدان المحايدان لأكثر من مئتي سنة وبعد قرنين قرراء الانضمام إلى النيتو وهذه رسالة قوية الآن فيما يتعلق بالمخاوف وكفية اعتبار روسيا لأن هذين البلدان كان يسعيان لحصن الجوار مع روسيا ولكن بعد هذه السنوات ينضمان للنيتو سيد سيفكوف إذن ردع عسكري عقوبات اقتصادية ما هي خيارات روسيا الآن سراتيجيا قبل كل شيء أود الإشارة إلى أن حلف النيتو أعلن الصين منافسا وتهديدا حقيقيا لحلف النيتو مع أن الصين تنتهج سياسة مستقلة وهذا هو فعال الذي جعل حلف النيتو يعتبره تهديدا لأن الصين أرادت أن تنتهج سياسة مستقلة وأن لا تكون تحت ملاءات الغرب أما بالنسبة لكيف سترد روسيا على تعزيز القضاء العسكري لحلف النيتو في شرق أوروبا طبعا روسيا سوف ترد بتعزيز قدراتها العسكرية وتزويدها بصواريخ متطورة جدا وبرؤوس حربية تقيلة والحديث يدور أيضا عن تعزيز روسيا لقدراتها وصواريخها التي تحمل رؤوسا نووية تكتيكية لتردع الغرب ما رأيك دكتور شين ليو هل نحن أمام حرب نووية هذا تهديد الروسي الذي يعني ليس الأول وبدأ منذ فترة أم نحن أمام استفافات في هذه المرحلة تكوين لحلف وحلف مضاد وغيره حرب تقليدية ما الذي نشهده الآن أولا في حال اعتبار موقف الصين وأخذ هذا الموقف في عين الاعتبار مع هذه الحسابات المجملة الصينية إن آخر ما توده الصين هو الانقراض بأي نوع من الحرب وربما هذه الحرب لا تدخل فيها المصالح للأراضي الصينية أولا الصين توده الحدود ولكن الصين لا توده أبدا أن تنخرط بأي عمل عسكري أو نشاط عسكري بأي شيء لا يجري فيما يتعلق بالمصالح الصينية البحثة إذن الآن في حال كانت روسيا توده أن تؤثر أو تضغط على البلدان الأوروبية الأخرى مثلا بولندا أو فنلندا أو أي بلد آخر أن الصين لا تود أو لم تحبذ ذلك من غير المحتمل أن تشجع ذلك الصين أولا لا يمكننا أن نتحدث عن هذا التقارب الروسي الصيني فقط وباعتبار ذلك ضمانة متبادلة للأمن القومي لأن هذا التوافق الاستراتيجي غير موجود إلى هذه الدرجة الكبيرة ولكن فيما يتعلق بالنزاع النووي المحتمل مع مكينة الحرب النووية بالنسبة لهذه الأمور لا تجري لأن هناك القسارة البشرية التي ستكون فادحة ولكن في بعض الأحيان نراها تجري لأن الأشخاص ينزلقون بعيدا عن العقلانية والآن ما هي المسوغات لهذا النزاع النووي في نهاية المطاف فقط لأننا نفكر به ولكن هناك عدم عقلانية من ناحية الخسائر البشرية إذن في حال أطلقنا العنان لهذه الأحصنة بين مزدوجين مع كل هذه العمال العدائية التي ستتكدس على مر الزمن من المحتمل أن ندخل في هذا النزاع الشامل ولكن من جانب ليس هناك أي حاجة استراتيجية لتبرر ذلك ومن الجانب الآخر هناك هذه الاحتمالات أو الفرص التي قد نرى هذا الحدث يجري ولكن بالابتعاد عن العقلانية طيب أعود إلى سيدة فالون وهنا لابد فقط للمصداقية يعني الآن أمامي بيان الناتو ويسمي الصين تحدي أو قلق ولا يسميها عدو فقط لتأكيد على ما تقوله سيدة فالون وللصحيح ما قاله ضيفي من موسكو سيدة فالون تحدي بمعنى منافس تحدي اقتصادي تحدي فكري تحدي بأي معنى تعتبر اليوم الصين يعني ما الذي يمكن أن تفعله الصين لترتفع إما لمصاف العدو أو أن تخرج لتعود شريكا أو غيرها وأيضا أريد أن أفهم منك ماذا تتوقعون ردة فعل من روسيا وهنا طبعا نتحدث عن الجانب النووي أظن أننا رأينا في الاجتماع السنوي الماضي للنيتو ذكر الصين للمرة الأولى إذن مع الآن المفهوم الاستراتيجي الذي ينشر كل عشر سنوات الصين الآن مذكورة في هذا المستند لأن الصين ستشكل تحديا وشيكا والمستند الموقع في الرابع من فبراير بين الرئيسين تشيجينج وفلاديمير بوتين في بيجين قبل الألعاب الأولمبية هناك هذا الوضوح في المستند الموقع أن الطرفين يعني روسيا والصين يعاديان النيتو ولديهم مصالح مشتركة وهذا كان علنيا وبعد إذن رأينا الغزو ضد أوكرانيا واليوم نرى مجددا هذه الأنشطة الروسية المستمرة هذه حرب غير مبررة من قبل روسيا وأن الكثير من الأشخاص رعبوا وذهلوا عند رؤية سلوكيات القوات الروسية مثلا الرئيس ماكرون السيد شولتس والقاضى الأوروبيين دراقي مثلا هؤلاء الأشخاص عندما زاروا كييف كان هناك هذه الرسالة التقليدية لأنهم كانوا يحاولون أن يتعاطوا مع روسيا بطريقة التقليدية لاسية ألمانيا ولكن عندما رأوا بأم العين ما يمكن لروسيا أن تقوم به إذن تغيرت الرؤية أو النظرة الأوروبية تجاه روسيا الآن هناك البلدان في وسط وفي شرق أوروبا هذه البلدان الأقرب من روسيا والتي تراقب بشكل وفيف تحركات روسيا وهذه البلدان هي الأكثر قلقا من الأنشطة الروسية بالمقارنة مع الدول في غرب أوروبا التي تبدعت جغرافيا عن نطاق روسيا ولكن إن روسيا استخدمت مزايا الطاقة كسلاح ضد أوروبا وهناك 12 بلدا قطعت عنهم الامدادات التقوية والآن وصلنا إلى هذه المرحلة لأن هذه البلدان لم تدفع بالروبل ولكن يمكن أن نلعب بهذه البطاقة ولكن إن الأشخاص لديهم حسابات أخرى وترتيبات أخرى قد تكون صعبة ولكن لن نعود بهذه التبعية على الطاقة الروسية على المدى البعيد إن روسيا ستؤذي اقتصادها وأن الصين ذكية وأصاحبة حنكة لأنها لا تعتمد على روسيا لكي سيدة تيريزا فالن مديرة مركز دراسات روسيا حدثتنا من بروكسل هذا من موسكو سيد قسطانتين سيفكوف ومن لندن الدكتور شين ليو شكرا لكم جميعا اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة شرق معي أنا زينة يازجي